السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى عليكم السلامة وبركاته اتفضل أولا نحبك في الله والله أحبك الله والذي أحببتنا الله يخليك أشهر هو عندي سؤالين على السرية بعد إذن حضرك يسأل يا الحبيب حرك في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُمْ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَهُ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُمْ أَمْوَاتًا أَمْوَاتًا التانية الأخرى وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُمْ تمام هل هم تاني شيخ مصطفى أحياء روحا وجسدا ينعمون سأل بعض الصحابة رسول الله عن ذلك أظن جابر أو ابن مسعود أما إننا قد سألنا عن ذلك فقيل إن أرواحهم في حواصل طير خضر وثمت قناديل معلقة بالعرش عارف القنديل قنديل معلق بالعرش وأرواح شو داء في حواصل طير خضر عارف حواصل الطيور زي الحمام كذا حواصل الطيور تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل لأن العشش تمام طلع عليهم ربهم تمام هل تشتغون شيئا قالوا يا رب نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل مرة ثانية في سبيلك تمام فلما رأى أن ليس لهم حاجة ترك يعني توصف أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تتنعم فيها حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش قنديل معلق بالعرش من العرش تأوي هذه الأرواح إلى تلك القناديل هذا الذي ورد فيها تمام يعني هما قلوا أنهم أحياء جسدا وروحا لا صح كده شيخ مستفى والله أنا ما قلت ذلك أنت تتقول علي أنا ما قلت ذلك أنا أقول لك الآن هذا الذي سأل عنه الصحابة فأجيبه تمام ترجمة نانسي قنقر